خلينا نخلق يرجع لأخبارنا ويمكن أول خبر أنا حقيقة محتاجة أتكلم عنه يمكن إحنا دايما يعني أو دايما أبدا ورسالتنا في برنامج الأبطال إن إحنا دائما بنربط على أيدي كل مجتهد الكرة الطائرة للرجال بكيادة كابتل محمد مصالح ميدو يعني خسر مباراة مفاجئة من بترويجيت نتيجة 3-2 الحقيقة أنا عندي تعليق صغير كده يعني أولا كابتل محمد مصالح ميدو نجح في 3 سنين في حصد 10 بطولات للنادي الأهل كابتل محمد مصالح ميدو بعد هجرة عدد كبير جدا من اللعبين للأندي الأخرى استطاع بناء فريق وحصل على بطولة أفريقيا في تونس في نقص كبير جدا من اللعبين كابتل محمد مصالح ميدو الحقيقة يعني إحنا مش محتاجين نتكلم ونقول كتير عنه لأنه هو تجري السعادة بالنسبة للكرة الطائرة في النادي الأهل شئنا أم أبينا فهو صاحب إنجازات كبيرة جدا يعني يمكن الفريق ده نجح أنه يبقى أو يفوس بمئة مباراة متتالية في إنجاز سجلة بإسم النادي الأهل للكرة الطائرة الحقيقة كابتل محمد مصالح ميدو كم التأييد والمؤذرة اللي شفتها على صفحات التواصل الاجتماعي لكابتل محمد مصالح ميدو بعد الخسارة يعني التأييد والتحية والمؤذرة جت للفريق ولمديره الفني بعد الخسارة ده لو دل فبيدل إن جمهور النادي الأهل جمهور فاهم ووعي وعارف كويس قوي مين اللي بيتعب مين اللي ما بتعبش ولما يبقى فيه لكل حصان ننكبه بالعكس ده إحنا نقف جنبهم ونقيدهم ونقذرهم وإن شاء الله هتعود للانتصارات تاني هقول حاجة فريق بتروجيت اللي نجح طبعا اللي بيقوده كابتل هاني مصالحي أخد كابتل محمد مصالحي بيضم أربع لعبين من النادي الأهل أربع لعبين كانوا طالعين السنادي والنادي الأهل بعتهم إعارة لبيتروجيت إذن النادي الأهل كان بيلاعب مجموعة كبيرة أو بيلاعب يعني مش هنقول نفسه طبعا كل الاحترام لكل اللاعبين الأخرين اللي هم موجودين طبعا في فريق بتروجيت ولكن القوام الأكبر من النادي الأهل فإذا ما فيش أي مشكلة خالص تاني حاجة الجهاز الفني من النادي الأهلي كابتان المصالحي ابن النادي الأهلي وده برضو يدل على حاجة أن النادي الأهلي بنتربى ونتعلم فيه أن أنت في أي مكان بتشتغل وبتحترم شغلك أي مكان بتبقى بتأدي دورك الحقيقة إحنا من برنامج الأبطال هنا بنقول للرجالة وفريق رجالة كرة الطائرة ولا يهمك المباراة عادي جدا جدا خسارة تيجي في بداية الموسم منقدر نعوض ونرجع يعني الجيم لسه في الملعب وعندنا الدولي في إيدينا نكسب مبارايتنا بكل بساطة إن شاء الله ناخد الدور أنا عايز أقول لكم أن الفرقة كان فيها مصابين عبه كان مصاب والسعودي مصاب يعني المباراة لعبت وإحنا عندنا مصابين ومع ذلك خلصت تلاتة اتنين ولعبه برجولة أنا بقول لكم دائما أبدا بتبقى المطبط اللي بتقابل الفريق ده في البداية الفريق بيقدر يغل وشوفنا السنة اللي فاتت لما قعد يقولوا على الفرقة يعني كلام كتير ويهجميه وعواجيس ويهجموه هم مبتع ولكن كشروا عن أنيابهم بطولة عربية دوري ثم الكأس وزعنا الكأس على يعني طبعا شاشة قناة النادي الأهلي ورده في الملعب أنا واثق ثقة عمياء إن الفريق قادر إنه يرد في الملعب وإحنا بنقول لكابتن محمد مصال حميدو ولا يهمك كمل مشوارك أنت واللعبين كل التقدير وكل التقدير ويكفيكم فخرا مؤذرة جماهير النادي الأهلي الحقيقة أنا ما استغربتش أنا ما استغربتش إن جمهور النادي الأهلي تربى وفهم يعني إيه فرقة بتكسب ويحصل لها كابوة ويعني إيه أزر فرقته وبيفهم جمهور النادي الأهلي يعني إيه إن فرقته محتاجة دلوقتي دعم أكتر ما تكون كسبانا والفرقة دي فرحتنا كتير وإحنا وراكم إلى النهاية وما بعد النهاية فعشان كده كان لازم نبتدي ونقول إنه الفريق ده كل الدعم لي وكل المؤذرة ليه وإن شاء الله هيقدروا بشكل كبير يعوضوا الخسارة دي والأيام بيننا وهنجيب الكلام ده إن شاء الله نفكركم كلامنا اللي قلنا هنا ونقولكم إن شاء الله يوم المكسب فاكريني الكلام اللي احنا قلناه كلنا ثقة فيك يا كابتن محمد أنت واللعبين حسنًا